اشتركوا في القناة 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 تحط اللي تبغى هذا بس نظرة برضو سريعة على اللعبة كل ما بله محدد أو تموية خلنا نقول تموية هذه مسميات تسمي دبابتك نروح للي هو الأهم طبعا هذي تحويل نقاط وعدل الدبابة تطور الدبابة اللي هو تايم سبيد اللي هو الايمينج هذا الدائرة الصغيرة السيركل تصغر هذا يسرعها بنسبة 10% بحيث ان يكون لك أفضلية بثبات الرصاص والترمي نروح لستور طبعا هذا هو ستور حقهم تبغى تشتري دبابة وتبغى عروض خاصة ولا البريميوم بريميوم تحتاج عشان يعطيك نقاطة أكثر عندك اللي هو تحويل الجولد تحويل الجولد اللي هو أنا عندي مثلا عندي 1976 لو حولت 1976 كم بيطلع علي كلها بيطلعي تقريبا 900 ألف طبعا هذا برضو شيء ثاني في اللي هي لما عندك هدف دبابة وتبغى توصل لها بسرعة تحول نقاط تحول تشترك بريميوم حيث انك توصل بشكل أسرع طبعا نيجي هنا للستور هذا الجولد اللي هو اسعارهم هذا نحويل ستور لستور سعودي وان أعلى شيء اللي هي 25 ألف اللي هي بربع مئة ريال هنا الكلام هنا الكلام هنا اللي زي ما يقولون هنا الفائدة الأكبر هنا وش يقول لك يقول لك نعطي تشتريها ونعطيك 25 ألف وش فيها؟ فيها الفريق اللي يكون بالدبابة تدريبه 100% كامل رح يكون عندك 60 رصاصة مخترقة للدروع الدبابات اللي فيها ما فيه إلا دبابة أو دبابتين دقيقة علشان ما نقول معلومات غلط ندخل فيها ثلاث دبابات الدبابة الأولى هذه الدبابة الثانية هذه الدبابة الثالثة هذه اللي هي 25 ألف 25 ألف نتكلم عن زي ما قلت 400 ريال too much فأنا فضل انك تشير لك دبابة واحدة وتكون كويسة طبعاً تبي تدخل على تفصيل الدبابة وتضغط Y اللي هو مثلت في البلين ستيشن نفس الكلامة توقع فيه دبابتين أو ثلاث هنا لا دبابة واحدة غالباً ميزة الدبابات هذه يكون شكلها كويس اللي تيجي من ستور يكون شكلها كويس طبعاً هنا يقول لك الفريق اللي فيها 100% تطويره يعني زي ما تقول عندهم ميزات التعشيق السريع ميزات اللي هو السيركل هذه الدائرة أنه يضمن أن الرصاصة تروح تضرب الهدف بشكل يعني مضبوط أو بشكل كامل أنها تروح للهدف عندك هنا الديث فروم أفار اللي هو الألمان الألمان عندهم عارض خنشوف العرض حقهم العرض حقهم أكيد دبابات ألمانية طبعاً هذه أنا أعرفها هذه شيطانة سميها العقر بسكوربيا هذه شيطانة هذا مضاد للدبابات خطير جداً نفس الكلام مضاد للدبابات لكن هذا شيء نتعني نفس البرج ما يلف يعني هدف راسها كذا ما تلف بشكل كامل وعندك اللي هو هذه خطيرة بس أنها تطول بالتعشيق كيف عرفت أني أتطول بالتعشيق نضغط عليها المثلث أنا أوردي ضغط المثلث فأروح للي هو المادل أروح للي هو المدفعية حقتها المدفعية حقتها يقول لك ريلود تايم واحد واربعين ثانية الايمينغ تايم الايمينغ لما تضغط الون لما تأيم على الهدف في دائرة تصغر الدائرة لما تصغر هذه يبغى لك 2 دقيقتين و70 ثانية على ما تصغر بشكل تام عشان ترصاص تكتبه منها تضرب الهدف يعني شوفها تو متش ما تنفع طيب خلينا نروح نشوف الميرسيناريز الميرسيناريز 18 ألف ذهب 18 ألف ذهب يعني طبعا الميرسيناريز المرتزقة و و و و ما يسمعهم ما هذي اللي يسميهم صراحة عندهم دبابات أشكالها حلوة إذا أنت يعني تبغى تطلع بشكل مميز بالمرحلة تكون عندك دبابة زي كده شوف الماسكات اللي موجودة على المقدمة الدبابة 18 ألف 18 ألف تتكلم عن تتكلم عن ما يقارب تقريبا هذي كان فيها فيها 2500 ذهب و مليونين كوينز يعني عندنا ذهب وعندنا نقود معدنية عندنا ذهب وعندنا نقود معدنية الذهب تحتاجه يحول الفلوس ويحول نقاط خبرة نقاط الخبرة اللي هي النجوم الذهبية اللي فوق يمين هذي برضو نقاط الخبرة اللي هي تفتح لك الدبابات يعني شغلانة يبغى لك تمارسها بحيث انك تصير عارف الموضوع قلنا تو 18 ألف ذهبة هذه فيها 12 ألف ذهبة 12 ألف ذهبة تتكلم عن 211 ريال 211 ريال طبعا أنا كنت يعني غالبا كنت أشتري هذه لأن فيها خمسة مليون زي ما واضع عندي أربعة مليون فلما أقرب الدبابة أنا أبغى أشحن وأحول نقاط الخبرة اللي أنا قاعد ألعبها نقاط الخبرة كيف تحصلها ممكن نسيت أذكر الكلام هذا نقاط الخبرة هنا الدبابة هذه نقاط الخبرة عندها نجمتين في اثنين يعني ضرب اثنين ضرب اثنين معناته نقاط الخبرة ستكون مدبلة في اثنين أحيانا تكون بأربعة أحيانا تكون على حسب اللي هم اللي هي الشركة حاطها العرض فيه طبعا أنا عندي الدبابة هنا فيه الامتي سلوت فيه أشياء الخنات فاضية أبدخل عليها أبأشوف اللي هو طبعا الفريق الفريق خلاص عنده مهمة وطورها خلاص صار فنان الفريق أو خبير فندخل هنا نختار مهارة جديدة مهارة جديدة اللي هي تسريع الإصلاح لا منتور بروفايد تين برسنت كرو اكس بي بونا سفون فولي ترين اللي يعطون نقاط لما يتدربون بشكل كامل وهنا إخفاء وهنا مقاومة العالم شوف أنا أفضل أنا أفضل دائما طبعا هذي فعالة لما تخلطها مع ال اللي هو حق الدبابة هل أنا حطيته ولا لا هل مقاومة 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 العيار لا مقاومة 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 هذي ميزته 20% من اللي هو الدبابة تكون دوران البرج سريع أكريسي سريع بحيث وبرضو الدائرة تصغر فما احتاج هذا النيذاء طيب نيجي للدبابات الخيرة زي ما قلنا غالبا الألمان والأمريكان تكون عندهم هذي ميتهولز خلنشوف هذي هذي برضو ما أنصح صراح هذي هذي بس لما تشري هذي ب 24 اه اه جولد هذي نقاط رح يعطيك طبعا لجيت تستعرض البكيج تضغط ليهم ثلثة الي هو وايزة ما قلنا هذي 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 واندك برضو هذي ما دبابة مندبابتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تقريبا سبع تقريبا ثمان معقولة تسع خنقل ثمان دبابات يعني اشوف هذا الباكي جيس ليش تغير من الدبابة تلعب فيها إذا مليت تستفيد نقاط خبرة كل دبابة بثنين أو ما تشغل اللعب وتلعب فيها كل يوم أظهر تتنزل تقريبا بس هذه الباكيجات اللي عندهم سونا عليها عروضين الباقي اللي ما تعمقت فيها اللي هي اللي بوريكي اللي هي اللي هي سبلايز طبعا تحتاج رصاص هم يعطون كياها أوتوماتيك وتقدر أن تتعبيها فردي اللي هي مثلا سناكس أحيانا يقولك عطهم سناكس خلال الحرب المرونة تزود عند الأفراد قدرة النجاة تزود زي ما هو واضح فوق هذا الشي يقولك طبعا تقريبا يزود من كل حاجة لطبعات للادبابة اس7 فإذا أنت بغى تشتريها راح كل ماتش لما تستخدمه يستهلك عليك و راح مثلا يكن بسعره مثلا سعر مثلا 1.5 كل ماتش راح يزود عليك أصم منك 1.5 من العوادي اللي تسفوز فيها بالماتش موسيقى شخص محطف المترجم للقناة لا يزال مفيد المترجم للقناة الجحيم لا يزال المترجم للأمان هيا , هيا , هيا , هيا , هيا ... هيا ... وحصيح هذا الأحيان زراء من الخطوط اغريك ايدي نعم... جوز جميل مرحبا ، شكرا نعم! مازلت مخلس الانمج ملحن مجدد المترجم للقناة المترجم للقوة مهلاً يا تباك 4 3 2 آه جيد 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 أعطيها جيد نعم، كيف تفعله؟ هذا ما يفعله وهذا كان مقطعنا لهذا اليوم أتمنى المعلومات كانت كافية صح إن معلومات كثيرة ويبي صدع الواحد من كمياتها لكن زي ما قلت لعبة مجانية لو تبي تشحن تبي تشحن تستمتع ما تبي تشحن تقدر تلعب أنا صراحة قعد تقريبا ستي لسنة تقريبا نلعب بدون شحن كنت مبسوط للأمانة لما صرت أقابل دبابات قوية قلت لماذا لا؟ ليش ما أشحن؟ فكان معكم صالح من قناة سيتيوبر وزي ما عودناكم دائما بالمقاطع الممتعة وغالبا المجانية لا تنسوا أننا من الشير واللايك والسبسكرايب ودائما نقول نشوفكم على خير بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة